بلغ عدد القتل منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحزب الله على الحدود الجنوبية اللبنانية أربعمائة وستة وستين قتيلا حتى اللحظة وألفا وأربعمائة وثمانية وثلاثين مصابا وذلك بحسب ما كشفت وزارة الصحة اللبنانية وبحسب آخر الإحصاءات لم تقتصر عمليات القصف بين الحزب وإسرائيل في الجنوب فقط إنما وصلت لمسافات بعيدة داخل لبنان بعد استهداف الجيش الإسرائيلي بلدات في محافظة البقاع مثلا شرق لبنان وتحديدا مدينة بعلبك وما حولها في المقابل أعلن حزب الله قصف قاعدة تخزين ذخيرة قرب طبارية التي قال الإعلام الإسرائيلي إنه أعمق قصف حتى الآن إضطال مسافة ستين كيلومترا فضلا عن قصف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في الجولان السوري المحتل ومنذ بداية الحرب رصد الجيش الإسرائيلي خمسة ألاف وأربعمائة وخمسين عملية إطلاق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل بما في ذلك خمسون عملية إطلاق في يوم واحد خلال يونيو الماضي وفد مركز ألماء للأبحاث والتعليم الإسرائيلي بأن الغاربية العظمى من عمليات إطلاق الصواريخ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب كانت صواريخ مضادة للدبابات باتجاه المناطق الأقرب إلى الحدود أما في شهر مارس فزاد حزب الله من استخدام الطائرات المسيرة بشكل متكرر باتجاه شمال إسرائيل إلى ذلك شددت الأمم المتحدة قبيل جلسة المشاورات المقرر عقدها لدى مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 1701 قبل نهاية الشهر الحالي شددت على ضرورة استعادة الهدوء في شمال إسرائيل وجنوب لبنان لإفساح المجال أمام السكان للعودة إلى منازلهم في كلا الطرفين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر